بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ده امتحان يوم الجمعة 5 نوفمبر الامتحان ده كان على الوحدة الأولى والتانية وبعض الأسئلة أوبن بوك في الامتحانات اليوم الجمعة دي بحاول اننا ما كترش أسئلة علشان انت بتكون مضغوط في المحتوى اليوم اللي قبله لان انت عارف ان احنا بنزل في المحتوى الخاص 3 ايام 1 3 5 ويوم الجمعة امتحان يعني اربعة ايام حضرتك شغال معايا فيهم انجليزي فحابة بكون خايفة عليك في عشرين فكرة والافكار دي بكون يعني بصغها على افكار كنتم لخبطين فيها قبل كده او افكار جميلة كده فيها افكار حلوة عايزك تعرفها ياريت ما تكونش انت عديت الفيديوهات اللي قبل كده وتسمعهم اول باول وكل مجهود هتبزله في الفترة دي هيرياحك اخر السنة وكل ما تذاكر حاجة هتيجي اخر السنة لما تجي تحل في الفاينل ريفيجن هتلاقي نفسك مرتاح لانك عارفها وقدر المعلومات اللي هيكون بالنسبة لك جديد هيكون معتود جدا على عكس واحد لسه بدأ يذاكر وهتبقى ايامه ان شاء الله بيضا تعالوا بقى نحل بسم الله تعالوا بقى نمسك جملة جملة ونحللهم هم عشرين جملة فما علش استحملني فيهم كده وهنمشي بسرعة اول واحدة مونة هاد نو فرينز اول فاملي مونة دي ما عندهاش لا اصدقاء ولا عندها عيلة تعال حل الكلمات الاول عشان نعرف كل كلمة من دول اول حاجة كده كلمة كلمة دي يا جماعة في اللغة الانجليزية لها معناين المعنى الاولاني اللي معناها يعني قطعة موسيقية بيقديها الشخص واحد بس طيب لو الراجل المسك البيانو لوحده بيازف والفرقة الموسيقية كلها سكتة فنقول بيانو سولو يعني عازف لوحده على البيانو المعنى التاني لكلمة سولو معناها ان شخص بيقوم بنشاط لوحده او بيطير بالطيارة لوحده فلما يكون حد ركب الطيارة ومشي من غير معايا من غير ما يكون معايا فنسميه سولو طيب عشان كده لما قولك الرحلة الاولينية اللي اداها كانت للقيارة وكان لوحده طيب واحد بيقدي نشاط اي نشاط لوحده فنسميه سولو برضو حاجة التانية كلمة الون الون دي معناها الواحده بمفرده ماهوش معا حد طيب قولي فقط لما قولك انا معايا فقط في جيبي خمسة وعشرين جنيه يبقى تقول تلمت لون يعني قرد تروح تجيبه من البنك عشان تتزبط وتدفع يعني بفائدة بنكي الاجابة من طيب يعني الواحده تماما يوم التانية احنا قررنا ان احنا نعمل نجمع خمسة مليون جنيه عشان نبني مستشفى الكلمة التحتها خط ليه كلمة هنا معناها ايه؟ طب معناها يجمع طيب كلمة يعني معا يعني يجمع يعني يظهر يعني يظهر اذا الاجابة هنا collect وعايزك تعرف كمان ان كلمة raise ممكن نستخدمها بمعنى يرفع raise your hand ارفع ايدك في المعنى ده بتسوي كلمة put up لما قولك raise your hand زي put your hand up لاتنين معناهم واحد لكن لما قولك raise your voice ده معناها speak up speak up يعني تحدث بس خد بالك بقولك raise your voice لكن اقول speak up من غير voice جوبة التالت انا كنت لازم اعمل ايه؟ اصليها ما كانتش سمعاني يبقى نرجع نقول تاني بقى نفس اللي قلناه في السؤال اللي فات اما انك تقول لي speak up لوحدها او كان ممكن تقول I had to raise my voice طيب اللي بعد كده number four I went to university to get this degree روحت الجمعة عشان اجيب الدرجة العلمية المعادي ده معناها شوف الاختيارات اول واحدة I am qualified physicist يا مستر لا دي حلوة ماهليه؟ اصلي بتقولي انا راجل فيزيائي مؤهل المعنى بالعربي جميل لكن الجملة دي غلط تماما تاب ليه غلط تماما عشان حضرتك لما تجيب صفة وبعدها اسم فسيتك المفروض كنت هنا تقولي I am a qualified physicist يبقى رقم ايه بوزت لانها محتاجة A طيب التانية I am qualified in physics انا مؤهل في مجال الفيزياء يبقى الجملة دي سليمة طيب الجملة التالتة I am a qualified physical حضرتك كلمة physical دي معناها فيزيائي بس صفة بمعنى اولاك physical exercise يعني التمرين البدنية physical هنا معناها بدني فما ينفعش نستخدمها اذا الاجابة هنا هي number B اللي هي I am qualified in physics طيب رقم خمسة which sentence doesn't have the same meaning ايه الجملة اللي من دول اللي ما بتدينيش نفس المعنى تعالوا نشوف the medicine wasn't effective الدواء لم يكن فعالا طيب التانية the medicine had no effect الدواء لم يكن له تأثير فالجملة دي بنفس معنى الجملة دي هما الاثنين بنفس المعنى طيب التالتة the medicine helped the patient become well الدواء ساعد المريض انه يصبح بصحة جيدة لأ ما هو قالك الدواء ما كانش فعال يبقى دي ما ننفعش طيب رقم D the patient didn't respond to the medicine المريض لم يستجيب للعلاج يبقى برضو رقم C بنفس المعنى يبقى رقم A و B معناهم الدواء ما كانش فعال ورقم D معناها ان المريض ما استجابش للدواء لانه ما كانش فعال يبقى A و B و D هما التالتة صح والراجل قالك في الجملة ايه من دول ما بيديش نفس المعنى يبقى الإجابة اللي احنا نختار هنا يبقى الإجابة بتاعتنا الصحيحة يعني number C number six I couldn't talk to my dad he slept early أنا ما كنتش عارف أكلم والدي هو أنا مبدري بص يا فيد لو انت ماشي بمبدأ الحب انك عندك مواد بسيط منفي فتاخد until وكده فهتحلها غلط ليه الجملة دي till و until ما ينفعوش ليه يا مستر عشان till و until معناهم إلا عندما أو حتى وأنا لما ترجمت الجملة بيقولك أنا ما عرفتش أكلم بابايا لأنه نامع لأنه يبقى sense أو as أو because سبعة بيقولك this is the best building نقط ده أفضل مبنى ايه يا ترى اختار اتنين الراجل قالك choose to يعني اختار لإجابتين I have ever seen انت واخد بالك ان لما يكون في صفة تفضيل بنستخدم ever ومش عايزك تحسبها بالمنطلق ده حسبها بالترجمة أحسن ده أفضل مبنى أنا رأيته يبقى I have ever seen طيب الثانية I have never seen ينفى تقولي أفضل مبنى ما شفتوش المعنى كده بيدي ما تنفعش طيب الثالثة This is the best building ever seen ودي سليمة عايزك تفهم الحتة دي لما تقولي This is the best meal I have ever eaten دي بتساوي This is the best meal ever eaten أفضل وجبة أكلت على الإطلاق طيب الأخيرة This is the best building I had never seen الجملة دي خالص ما تنفعش لي يا مستر هو ينفع يا عم تقولي Is وتجيب لي بعدها ما يتم حتى عيب عليك طيب تمانية We were very much hopeful احنا كلنا كنا آملين كنا في آمل كلنا آمل The discouraging results النتائج المحبطة الطبيعي انك بتقولي احنا كنا عندنا آمل برغم النتائج المحبطة برغم يعني برغم حضرتك لازم يكون بعدها جملة كاملة طيب ما تيجي نحطها في الجملة هتبقى We were very much hopeful although the results were discouraging برغم من أن النتائجة كانت محبطة طيب رقم 9 حاول انك تفعل أفضل الأشياء عشان تحصل على أفضل نتائج وبالتالي طيب كان فيه مثال انت حالته معنا في كتاب العملقة Can make the best أيوة المثال ده يعني استغل الأمور أفضل استغلال ده غير ده خالص رقم 10 بمعقول لك اني مسؤولياتنا ان احنا نعمل لي في أطفالنا نشجعهم فالطبيعي انك عايز يشجع يشجع يعني encourage معناها التحبيط تثبيط الهمم تشجيع والإنكاريجمنت تشجيع الطبيعي انك هتقول في الجملة دي تشجيع وأطفالنا مسؤوليتنا وبالتالي هنقول طب لي مش إنكاريجمنت ما هو إنكاريجمنت يعني تشجيع بص يا سيد لو انت عايز تقول قراءة الكتب هتقول الاستماع إلى الموسيقى تحسين الدخل ما تقول شي طيب يبقى انت هنا هتقول لي يعني عملية تشجيع أطفالنا طيب لو انت عايز تستخدم فهتقول يعني تشجيع الأطفال طيب رقم 11 احفظ دي اللعwi هو انت كلت الوجبة بتاعتك انا مش هيفها قدامي فقل لي لا مكلتهاش لا يا عم هناك هي يب هو أكيد قال له انت كلت الوجبة واللسة بيقول له هو انت لسة ما كلتش الوجبة ولا انت كلتها بالفعل أكيد بالفعل اقول ثانيا براها كده الرادي بقول لك لو انت فعلا كالت الوجبة انا مش هيفها رديت انت عليه يقول تقول لا خالص ما كلتهاش ده هي هناك هي طيب بعد كده رقم 12 أنا قدمت للشغلان دي في 2007 ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل كمدير المفروض نستخدم طب ليه مش سنس حضرتك بيجي بعدها ماضي بسيط مش مضارع تام إيه الفكرة بنجيب قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط لأن مضارع تام حدث لسه مستمر وماضي بسيط خلص اكتب الجملة دي أنا عايش في القاهرة منذ غادرت لندن فمغادرة لندن خلصت وأنا عايش حاليا ومستمر فعشان كده قلنا طب في جملتنا دي انت قدمت وانت قدم خلص ومن ساعة ما قدمت وانت شغال ومستمر في الشغل فدائما الحدث المستمر ده بيحطه مضارع تام إذن باختصار بيجي بعدها مضارع تام لكن بيجي قبلها مضارع تام بعد المستر علي ما يخلص هروح اخد بالك مش معنا ان افطر قدامك في الجملة تروح انت جاري اواخد ميه تام اهدي عن نفسك لما يكون قدامك اي رابط في الدنيا مع مستقبل فنت عايز حجة من اتنين مضارع بسيط مضارع تام اراجل هنا في الاختيارات مديني حق الليديهم مضارع تام فى الاختيارين مديني مضارع تام الي هو قدامك اهي ومنديني كمان مدارع بسيط لهوة فنشز يعني انا عايز واحدة من اتنين دول اخد مين فيهم يا مستر ما هو انت لو ركزت مع الفاعل الفاعل هنا مستر علي مستر علي يعني فاعل مفرد الفاعل مفرد كان عايز هاز فنشد وبالتالي الاجابة هنا هتبقى فنشز اللي هي رقم تلاتة يبقى بعد ما المستر علي يخلص انا هروح كان ممكن ناخد هاز على فكرة طيب رقم اربعة وشر سوها ايبل تو هيلب مي يستردعي ركز يا عم الحق كلمة ايبل تو دي اصلا معناها قادر على يا مستر د صفة حلو واحنا بننفي الصفات بالفرب وبالتالي هازنت ودازنت وديدنت التلاتة دول ما ينفعش نفكر فيهم اطلاقا ليه عشان دونت ودازنت بيجي بعدهم الفعل في المصدر وده مش فعل ده صفة وهازنت بيجي بعدها التصريف تلات وده مش فعل ده صفة باقي معاك حاجة من الاتنين وزنت ولا ويرنت سوها دي واحدة بس يبقى ناخد وزنت ازن الاجابة اصبحت سوها لم تكن قادرة على ان تساعدني بالامس طيب اللي بعدها نفس الفكرة هل كنتا في المدرسة عندما جاء معلمك كان دي يعني فاحنا عايزين عشان عشان يو بتاخد وير طيب ليه مستر ما ناخدش هاف هاف يو لازم بعدها مفيش اصلا في الجملة فعل طيب لازم بعدها مصدر والجملة اصلا ما فيهاش فعل طيب بعد كده ماي فادر لفد ان لندن. هي وز سافن. ابويا عايش عايش في لندن عندما كان عمره سبع سنوات. شف انت قلت بنفسك عين دمع يبقى وين. طيب ليه ما ناخدش كلمة يا مستر? سنس مبئيجيش قبلها وبعدها مضي اطلاقا. بيجي قبلها مضارع تام وبعدها مضي بسيط. طيب على فكر لو انت مشيت بالترجمة هتلاقي الجملة حلوة. يعني لو عشان بالترجمة ممكن قول لك ابويا عايش في لندن منذ كان عمره سبع سنوات. تحس ان الترجمة حلوة. بس قواعد غ سبعتاشر بص يا سيدنا معناها ان هي كانت شغالة زمان باجتهاد اليوم من دول قلت ضمرها وبقت كسولة. راجب لقلك اختاريك الاجابتين من دول. هل يا ترى لما تقول ده معناه اولا الجملة دي مرفوضة شكلا ومضمونا. تب ليه مرفوضة عشان كان مفهود نقول فكده كده هي غلط. حتى لو مكتوبة ما كناش خدناها. لان معناها ان هي كانت شغالة ومستمرة في الشغل ولسه بتشتغل بضمير. الراجل قال لك بقيت كسولة. طب دي برضو مرفوضة. ليه عشان اصلا غلط. مفهود نقول طب يا مستر لو هي كنا اخدناها برضو لأ. طب التالتة آآ شي لم تعد تعمل باجتهاد. يبقى رقم دي صح. اللي جملة الرابعة هي ما ذلت امرأة عاملة بجد يبقى الايجابة كده غلط والايجابة الوحيدة الصح رقم وبكده هنا مكتوب. مكتوب عندي هنا في دول ان في تو انسر طبعا دي متعدلة في الامتحان انت خدتو هي وان انسر بس. طيب بعد كده رقم. طمانتاشر. ايام ما كنت بينما كنت في القهراء اقمت في فندق شراتون. انت عارف اني لما نقول. بتسويل انكايرو. وايل اي وز اتسكول بتسويل اتسكول. وايل اي وز اتسكول. وايل اي وز ايجبت وايل ايجبت. يبقى هنا ناخد وايل. بينما كنت في القهراء اقمت. تسعتاشر. المستشفى ده بيعالج حوالي الف شخص مريض. ايجبت كل سنة. عكس كلمة. بيشنت. بيشنت هنا معناها مريض. يبقى عكسها اللي هي دي. او هتكون انت جريت وانت بتحل على بيشنت عكسها ام بيشنت. لا اهدى. بيشنت لها معنيين. معناها مريض ومعناها صبور. لو معناها صبور يبقى عكسها ام بيشنت. لو معناها مريض يبقى عكسها. طب لو عايز الكلمة اللي بتسويها كنا اخدنا سك. عشرين واخر جملة. اختي دكتورة بتشتغل في جناح الاطفال. يبقى لها رقم بي. انت عارف ان اوارد جايزة رسمية. وارد يعني جناح وارد يعني جناح برضو وريورد يكافئ. طب لو ما خدتش كان ممكن تقول. او. اللي جابات خلصت كده. الحمد لله. اتمنى ان يكون الامتحان ده مفيد بالنسبة لك. كل امتحان يوم جمعة مش هيعدي التلاتين. يعني ممكن من عشرين لتلاتين بيترنح في الاطار ده. لو في حاجة مش فاهمها سكرين شوتك الجميل. وبعتلي على الجروب. وانا هجابك على اسئلتك. يا ريت رجاء ما تعدش فيديو قبل ما تسدحم الدنيا معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قسم جمعات متحة بدمد now اشتركوا في القناة